السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام بليل أبا البلوكي ولأحلى زبائن عم بيعوكي يا عزيز تبعد لكلمي اللي بيشتري من عندي ألف ليرة أنجليز أبو غالب 2021 الله حيو شو الساس بيزار بطلت التمثيل؟ بالمطلق بطلتو والله غنانا عنه عبصير المحل فول؟ ايه نعم بشرفه؟ ايه بي ايه وبعد إذنك بدي بليلة أبو غالب؟ إليك مبيعة لعمل إيه؟ لأنك إنت لا تزعل مني صحفي والصحفي مبيع وإيه طيب معناته يا خيو بنحكي بلغة الصحفيين تحاول أنا وياك شو رأيها؟ عندي استعداد خرج تحكي عن البليلة وعن كل شي كل شي لا أحكي لك وعن مطعم الفول اللي إلا أنت فاتحه؟ كل شي لا أحكي لك عمي اتشرف لك عم معي بعد بس أنا مو أنا فاتحه وأنا عم بشتغل عند صاحب المطعم فول كمان لك صاحب الفول على فكرة اسمه أبشية طيب خرج قدام المحل اللي وعن نتحاوها؟ أمرا بالشارية أمرا شرف معلين؟ دينوا بعدكم عن المحل الجاي أنا شرف دي دي شرف 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 فضل يا عروف فضل آه من مين بدي شارب النقص؟ مين لا تزعل مني؟ لكون أنت بتاكل وبحفو منك أمرا أمرا حب المصاري لكن منهم لو حب المصاري شفني عم بعمل لقاء معك بالشارة الشباك ويساهم وما في يمكن شركة إلا مو أنا عامل معها يعني عيب عيب لأ بس بأصول رشد شربجي كان عندها تجربة بعمل شامي اللي هو أسعد الوراء فكان أسعد الوراء أقل من طبيعي بتشوف أنه يعني بمعنى أنه عباس النوري لا يستطيع أن يحمل عملاً بواحده لا ما بيطلع عبيده مو عباس النوري أكبر زنمي ما بيطلع عبيده ما بيطلع عبيده تم إقصائك وأبعادك عن باب الحارة كيف أن؟ لا ما تم إقصائي يدير بالك لا تستهين بواحد يعني أنه جبان بعض الممثلين يلي بيعتبروا حاله النجوم البرامج المقالة بالكاميرا الكاميرا الكاميرا كلها كلها بالمطلق اتفاق اتفاق كلها كذب يعني كلها أهلا وسهلا أستاذ نزار أهلي حبيبنا نستاذ يعني الوحد الآخر شي يمكن يقول لك يا هو أستاذ لازم يقول لك أبو طاهر أبو طاهر نزار أبو طاهر نزار أبو النزر هيك تفهم عن جد؟ طيب بس سؤال غيرك من الفنانين دائما بيعمل بريستيج وبيعمل هيك حضور بيعمل أنت قاعد بمحل فول وعم نمزح نحن نقول أنك أنت تشتغل عند محل الفول بس أنت أول لقاء صحفي أنا أجريته معاك أجرينا بهذا المحل صح وأنت على طبيعتك وبساطتك وكذا شو بتجي بتعمل هون محل الفول؟ ما بتخاف على مظهرك كفنان على حضورك على بريستيجك أولا واحد بالألف بالعكس بخاف على حضوري بريستيجي إذا كنت عم بتصنعه أما ويتكون أنا عم بحيش حياتي الطبيعية حياتي اللي بتشبهني حياة اللي منسجمة وأنا متصالح مع نفسي فيها فهم بشعر أنا بالاستقرار وبشعر بالقوة ملا أنت ما بتخجل بهاي المواضيع خليني أسألك أنت تخجل أنه يقال بأنك أنت بدأت حياتك كمستخدم بيمسح الأرض بيكنس الأرض بيمسح الحمرة هل هذه المعلومة صحيحة؟ بخجل طبعا صحيحة بخجل إذا ما قلتها من مين بديش عرب النقص؟ مين؟ لا تزعل مني ليكون أنت بتاكل وبحفو منك وفهمك كفاية من مين؟ ليكون ما بدك تموت؟ عرفت عليس؟ لا هالأمور هاي ما عندي إياها ابنهم مركباتها النقص هاي بعدين مين هو هذا الزلمة اللي بديش عارف بالنقص تجاهه؟ مهما كان يكون ليه؟ ليه؟ لأنه ليكون هو بيحيني وبيموتني لا بشو حقيقة هذا الموضوع؟ أنا مرة من المرات حكيت لي أنت يعني بي واحدة من جلساتنا أنه صدفة هي طرقتك سيارة لا يجيت بسينما الحمرة كانت سينما مه مزبوط مزبوط ومن ثم عملت ولم يكن معك كل شهادة ابتدائية واليوم أنت معك ماجستير في الفلسطة؟ لا ما كان ما معي كمان ابتدائية أخدت لي ابتدائية طب أحكي لي للصالة؟ كنت بيع مسكة آه بالصالحية بيع جواد؟ بيع اسم موجة هو بيع هيكة واحد صغير وعمري شي يعني بدك تقول عشر سنين فبيع مسكة وإلحال مرة جاها بريني الله يوفيك الله يخليك يأتي فكان جاي على مدينة دمشق سيارة باصات خضر جديدة هذا عم حقيقة بالستينات هذا الكلام بأواخرستينات تقريبا فانا بتعرف ولد عم يقطع الشارع انضربني الباص قام وين اجا جيت انا كان سينما اسمه سينما الحمرة جيت بالسينما الحمرة يلي هو مسرح حمرة المسرح الوحيد بشو اسمه بسوريا بدمشق يعني وشاعت صدف انه ضليت اشتغلت في بياع بعدين بعدين اشتغلت في كنسه وامسحه ونام في اي اي وبعدين شلو اللي حتى تشجعت ودرست بعدين اجليت حالي انه انا بطلت من يعني كبرت ويهي وبيطلع بيدي اذا درست ااخد شهاداتي وعمل ودرست واخدت الشهادات وصار معك ماجستير اي نعم اشتغلت في التدريس فترة من السنين طيب شو حقيقة انك انت بمواقع التصوير تفرض عالمنتج انه يجب لك وجبتين على وجبة الغداء وما بشبع بوجبة وطبيعي اذا ما اجب لي الوجبتين بطلع ابدا ابدا صارت معك شي مرة انه ماجب لك وجبة تانية وبطلت باب الحارة باب الحارة الجزء التاني كان صاحب الشركة شو اسمهم بيت العشي هاني العشي هاني العشي فايجى قلت له بدي وجبتين قام اجى قال له عطي وجبتين اول يوم تاني يوم تالت يوم قام قال له قام اجى مدير الانتاج قال لي ما في وجبة قلت له بالله عم تحكي جد قال لي قلت له يعني بس وجبة قال لي قلت له بطلع كنت عم صور شرحت ومجي وكان المخرى كان اللي عم يخرج المشهد وقتها الله يرحمه استاذ علاء الدين كوكاش فبطلت غير بدلت له لك غير قدرت السماء بطلت قام قال له جبله وقتل له وبطلت يعني فهمت عليه اشتو وعلى اسق يعني هاي ما ببطل بعدين اجى اساز بسام الملة دري بالقصة قام كتير استهجنها انه يعني معقول انت كشركة واحد شركة صاحب شركة عم تحاسب على وجبة عرفتها تفاهيك وبعدين انا مشها ما اعلى باكتبها بالعقد بس ما حق يعني يعني عيب انت تقول له لممثل عرفت عليه جلو قيده بوجبة صحيح بينما بتجي لممثل تعطيه بالملايين يعني هاي غريبة ما غريبة وسلوكه يعني هفتان بياخده عليك انه انت يعني تخوش بوش مع الاخرين ربما اذا اندعيت على سهرة بتروح مقابل اجر مادي مع انه انت ممثل اذا كنت بالقهوة تقبل ضيافة الاخرين بشكل دائم شعبي زيادة عن اللزوم منفتح مع الاخر زيادة عن اللزوم ويقال بانك يعني بتحب المصاري كتير قديش هذا الحكي حقيقي وقديش فيك ترد عليه وتفنده لك موحك يا حوالي هذا الكلام هلا انت بدك تدعيني على سهرة ما بدي ايجي سهر معا معا نعم عرفت عليه وقتي انا بحبه يكون مليان نعم اما هون رفقاتي بيجي بدعوني على سهرة ما بلن والله بدي شو اسمه مصاري مصاري بدي رفقاتي اما انت الاخر انت شو بدك فيني حتى بها يعني هذا الكلام مو صحيح بس ما انا كوني ما بحب روح معون فبيقولوا عني الكلام ما بدي روح معا شو اخو مراقي روح معا مين هو انت اللي روح معا فهمت عليه اشته يعني اذا انت مارك رايح بحبه لها عرفه تحب المصاري لك منهم لو حب المصاري شفني عم بعمل لقاء معك بالشارع الشباك ويسامه طيب صحيح انه ممكن انت تجرب تضغط على المنتج مشان يزدلك اجرك ولو يعني لا 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 المنتج بكون كحتوت معي بالمسبق مسبقة غالبيت المنتجين كحتوتين بيحطوا لك تسعيري ما معين نحنا منيجي من يزاودونا هون شوي يعني هيك بيصير بس اذا يعني بس متل ما اعطيلك انا من طبيعتي طبيعة البسيطة كذا بس وقت القنى والقنى بسب المنتج وبسب المخرج وببطي بيعرفوا الشي وما في يمكن شركة الا مو انا عامل معها يعني عيب عيب لأ بس بأصول بحق بحق عرفت عليه اشتر يعني على قد انت ما بتبدو انه انت بسيط وحفوي وكذا بس وقت بيحاول يستغل هالحفوية والبساطة بيلاقي نيران بفتحة ابو الشوف ميما يكون يكون طب انت شلون يعني تقبل او تقبل وعموما انت وزملائك انه في عدد معين ان الموثلين بياخدوا اضعاف مضاعفة مع انه هنا ولا تجي لك ربما يعني انت تقارعهم بالموهبة انت بيكون عندك مساحة حاضرة وواسعة بالعمل بس فيه موثل تاني مثل عباس نوري بسام كوسا ايمان زيدان اسماء معينة بياخدوا اضعاف مضاعفة عشر اضعاف واكثر من عشر اضعاف من اجر واجر غالبيت زملائك يعني شو تعقبك على هذا الموضوع وليش ما بيكون في عندكم موقف حازم من هاي القصة كممثلين يعني ما بيتقضوا هاي الجور الكبيرة هلا ايه بدي لها كلمة فيها سبحان الله فلسفة 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 اجرة الممثل يعني بمعنى هاي شغلة الهية يعني انا مثلا بيكون اجرتي لنفرض مئة الف بيقول له زود لي عشرة الاف شو ما بيقول له زود لي خمسين الف عشرة بالمية يعني لوق عشرة بالمية بيتجرق وما بيزود عشرة بالمية وبيجيب غيرك وما بيزود عشرة بالمية بينما بيكون اجرة واحد عرفت عليه اشلو.. مليون قياسا للمية الف او عشر ملايين بيقول له بدي عشرين مليون بيزود له بيجيب هيك رزق اه الهية امنتوا بالله ما عندك مشكلة بالممثلين اللي بياخدو هاي العالية لا ما عندي الله يرزقني ان شاء الله بياخدو بالمليارات كمان لا لا ليش لعندي طيب أنا قبل ما أجي لعندك كنت ببيت المخرجة رشا شربتجي وعجريت معها حوار أنا عم خبرك كنت قبل ما نبلش تسجيل قالت لي أنه ما بتشتغل معها نهاية لماذا لا تشتغل معها وما رأيك بتجربتها في الشامي كيف بتتخيل ممكن تطلع تجربتها في الشامي أنا ما قلت لك أنا أنا أي ممثل بشتغل معه مو أنت ما بتشتغل معها أنه ما سأبت بعد تتلق خلو هاي مشكلة عرفت عليه يعني هي مشكلة مع معينة بس ما أي مخرج أنا أي مخرج ببعتلي بشتغل معه وإذا وافقني شي إذا ما وافقني شي ما بشتغل معه بل طيب شو رأيك بحارة الإباء هل تصلت رشا شربتجي أن تقدم عملا شاميا خاصا واستثنائيا ومختلفا عما قدما من عمال شاميا أنا ما بيطلع بيدي قيم لحتى أشوف أي واحدة بس كونه رشا شربتجي عنده تجربة بعمل شامي اللي هو أسعد الوراء فكان أسعد الوراء أقل من طبيعي يعني ما أدى الغرض المطلوب يعني في مخرجين أنا أنا بالإخراج ما بيعتمد على الله أطعت تقطيعتي وأخدت سوي العمل الشامي عمل عمل روح يعني إذا ما فيك روح الشام روح الشام إذا ما فيك بغض النظر إن كنت أنت شامي ولا ما كنت شامي إذا ما فيك روح الشام ما بيطلع معك عمل شامي مني فأنا من خلال تجربتها الأولانية كانت تجربة يعني عادية أقل من عادية حتى مسخة أسعد الوراء يعني موسل مثل تيم حسن أو كذا يعني هي وجهة نظري وكمان وجهة نظر الأخ يعني بدليل ما عمل ردة فعل مثل ما عمل رد قياسا لليه فأنا ما بقدر أقول لك هلأ إذا كان هو العمل حالة الإبّة ظريف ولا مو ظريف وبده يكسر الدنيا ولا لحتى أشوفه أنا ماني شايفه بس أنا بعرف إنه عباس النوري إذا أجنحته ما كان عنده يلي هو بطل العمل هو شامي وإذا كانت أجنحته مو شوام بالروح يعني ما فينا قيمه هلأ متل ما قلت لك فم تعليش بتشوف إنه يعني بمعنى إنه عباس النوري لا يستطيع أن يحمل عملاً لوحده لا ما بيطلع عبيده مو عباس النوري أكبر زنمي ما بيطلع عبيده ما بيطلع عبيده ما بيطلع عبيده يحمل عمل ويقول لك أنا البطل لثلاثين حلقة فأنته لا عباس النوري ولا أكبر ممثل وإذا كان بقناعته لهذا الممثل هيك بقول له مستشفى المجنين عم تستناك يا غرورك المطلق عم يستناك لأنه الموضوع هو عمل جماعي قل لك عمل جماعي أنا عم قل لك أي عمل ثلاثين حلقة ما عم تحكي فيلم حلقة يعني فيلم حلقة واحدة ثلاثين حلقة بده يكون معك ناس أجنحة قوية كتير من نفس روح الفكرة ونفس روح البيئة يلي عم تطلع لحتى يطلع العمل حلو كنت أنت عباس النوري أصدقاء كثير وتتواجدوا بأماكن عامة وكذا سمعت أنه في مشكلة معينة بيناتكم في هذا الحكي لا 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 مشكلة ما في بيني وبيني بس ما بتحب تشتغل معه؟ لا مو قضية لا أنا مو ما بأم أنت أشتغل مثلا لا أنا ما عم بسألك أنا عم بسألك أنا إذا بيجيني عمل مع أي شخص بيقنعني بيشتغل معه ما بيجيني ما بيقنعني بس أنا بلاحظ أنه ما أجاني عمل معه مقنع لحتى يشتغل معه فهمت عليه إشتغل بس أكتر منه وبس أكتر يعني ما نعرض عليه من النجم الشامي الأول بسوريا تحسوا أنه هذا ماركة بهذا المكان راكب خلص ماركة هلا كل واحد بيساوي بس أكتر حدا تحس أن الجمهور بيحبه أو تحس أنه وجوده يضفي قيمة مختلفة عنه كمشاهد بوض النظر عن كلمتك كمشاهد اللي بيقولوا أنه بسام كوسا هو طاغي نعم بسام وكمان عباس النوري بيقولوا عنه أنه طيب بس هدول الثنين لا ما بيكفي لحالهم نعم لازم يكون في مجموعة مكتملة لك هنن إذا يعني هلا اللي بيقلك أنا بكفي لحالي حطه بمستشفى المجني أنا مثل ما عمله يعني عرفت عليه إشتغل يعني هلا وقت بيجي ممثل بيجي بيجي واحد بيقول أنا نجحت هذا العمل مجنون ها مجنون مجنون عرفه وأكيد بيعرفوا الشياء طيب اشتغلت بسوق الحرير جزء الأول وهلا في جزء الثاني عم ينعرض سوق الأول يعني جزء الأول عفوا من سوق الحرير لم يكن موفقا يعني لم يكن لديه الحضور الكافي كان في مشاكل حتى على مستوى الشكل كان في مشاكل كثيرة حاولوا هلا غيروا المخرج وكذا وحاولوا أنه يتلافوا هذه المشاكل وجهة نظرك هل توافقني الرأي بأنه لم يكن موفقا وإذا كان في مشاكل شو هي المشاكل وجهة نظرك في هذا العمل اللي يفترض أن كنت تلافوها بجزء الثاني هلا أنا ما بقدر إليك أنه لم يكن موفقا نعم هني كانوا حاطين بزهنهم أنه عمل يوازي مثلا نفرر مشاهدته باب الحارة نعم لم يكن موفقا بنسبة المشاهدة تبع باب الحارة نعم إلا أنه لم يكن موفقا باب الحارة بس أيوة بس هلا وبدليل أنه عملوا جزء ثاني لو كان ما كانوا عملوا جزء يعني العمل لو ما كان نجاح أو كرحة نجاح عرفتك بس رتعت الإدارة أنه يجيبوا هلا مخرج جديد وكذا وغيروا الفكرة يعني مو غير بمعنى غيروا الفكرة يعني راحوا لاتجاهات مسترجة لاتجاهات تانية وصار العمل وطالما العمل فيه أبطالنا ما بتوقع العمل إلا كله بشلون رجعت أنت اشتغلت مع ميسالونة اللي هي المنتجة المنفذة مع بسام الملة ومؤمن الملة بالرغم أنه كان في خلاف عميق وجزري وكبير وأنت اعتبرت أنه تم إقصائك وأبعدك عن باب الحارة لا ما تم إقصائي دير بالك باب الحارة ما أقصوني أنا اللي تركت باب الحارة أي قصدي بسبب محمودية الدور؟ لا 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 لك لا مو بسببه أنا ساز بسام علاقتي يعني كثير منيحة الساز بسام حبني بهذا الدور قلت له بدي بس بسا قلت له بدي طوره هاد الدور إذا ما تطور ما عاد هو الساز بسام بيداك الوقت ما يعني شوية ما عاد عنده قدرة بما معناه أنه ياخد ويعطي بالله عرفت؟ ما عنده جلد يعني؟ مو جلد واستلموا الإصاص فما بيقدر بيقول لك خلص خليني هيك عرفت عليه شتا فأنا بس هاي انسحبت من الجزء الرابع أنت هالموضوع معي؟ حاول يجيبوني عالجزء السادس بمعية الأستاذ يعني عباس وجمع متلاقيت الدور مو ظريف عتزرت؟ عتزرت عرفت علي مو ظريف بنوب بقى نحن عنا لعبة بالوسط الفني مو عند كل الممثلين عند بعض الممثلين بيعملوا حالة شاطئة وفهماني وبيزتوك هيك بيدور هفتام مشان يحرقوك عند الحالة ظن يعني هون عرفت؟ بس طبعا مو كل النجوم بتلعبها هاي مو كل الممثلين بتلعبها بعض الناس عرفت؟ ايه أنا كانت محاولة هاي بالجزء السادس يلعبوها معي فأنا ما بفوت ايه ولما بعتوا لك بيسوي الحرير تعاملت مع الموضوع بشكل طبيعي لا مرة لا مو هيك القصة بيسوي الحرير قبل ما اجي سوي الحرير كان في باب الحارة جزء العاشر لغير شركة؟ لا لا شركة بيسنون اه 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 قال لي تشتغل تلو ايه اذا الدور حلو بشتغلو تلو بشتغل يعني ما عندي موقف بنفس الشخصية كنتك تشتغل؟ ايه ايه بنفس الشخصية ما عندي موقف انا من مخرج المخرج هو مسؤوليته انا ما عندي موقف انا عندي موقف من شغلي انا بحب العمل بشتغلو بعدين انا مثلا بيجي واحد بيبدو يحطني بموقف ما معين وبيعمل حاله بيحبني هو بيكون كذاب ما بيحبني وكذا منهم بقفروا يعني لا تستهين بواحد يعني انه نجي دبان بعض الممثلين يلي بيعتبروا حاله النجوم وهي انه جد بيه بيجيبه لك شو ما عمين على الآن يعني ما حلك تعرفوا لهذه الزنمية انه ما بيوعها الوعها ما بيعرفها عليه من بتعتبر انه شخصيت ابو غالب هي اطلقت بشكل او باخر نجومية نزار ابو حجر لا لك ما الذي اطلقت نجومية نزار ابو حجر لا لا يعني انا ما بيعتبر انه نزار ابو حجر نجم ممازل خلص هي اطلقت نجوم ما بدي يعني هلأ شعبيته خلينا نقول شعبيته ايه اطلقت طبعا هي احدى الشخصيات اللي اطلقت الشعبي طيب من باعتقادك انه المخرج السوري الخاص بمعين من نزار ابو حجر اللي انت اشتغلت معه بتمنى انه دائما تشتغل معه هو تجربتك معه خاصة وغنية ومي خيرا هلأ في كتير اللي بيشتغل معه كتير كتير هلأ بس انا بالنهاية عجبت بمخرج اسمه ليس حجو ليس حجو ليس حجو عجبت فيه انا تخانت انويالة ليس حجو نعم عرفت عليه بس هو بتخانه بتعرف مخرج ويت بتخانه مع ممثل او كذا او الاخري بشي اخد منه ردة فعل اخدنه بس وصل لمرحلة في ايجا عمل لقى انه نزار ابو حجر لازم يكون بهاد العمل فسأل انه بتشتغل قلت له ايه فانا بحترم هالشخصيه مو والله بحترم الشخصيه يلي اه يعني شخصيات بيجيبها على حسب ما بيتوافق مع الممثلين ولا ما بيتوافق يعني بيحرق العمل اذا الشخصيه اذا الشخصيه فيه شخص ما بيتوافق معه ليش شو طويض المشكلة كانت بينك وبينك لا لا مافيش مشكلة مشان شي بس زي وقتها يعني لا انت مافي يعني رفضت اشتغليك عمل بس انا عم بحترم شخصيته انه هادا الزلمة ما عنده مواقف ضد الممثلين رائع هادا الزلمة بيكون انا من وجهة نظري عنده عمله بالاول بعدين شخصيته بعدين يبرابه عليه يعني دراما عنده فاحترمته كتير البرامج المقالة بالكاميرا الكاميرا الكاميرا كلها كلها بالمطلق اتفاق اتفاق كلها كذب يعني كلها مو كذب يعني قصدي ما بيصير تمسيلية تمسيلية ما بيصير بحايلة لا 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 ابشو اللي بيصير انت ظهرت بكذا برنامج كاميرا خفية وتقنع لدرجة في فكر الموجهة اه شغلتي انا ممثل اه يعني انا ممثل بالعكس انا كممثل بكون اقوى من اللي عم يقدم الكاميرا الخفية هداك بيوقفي امتى ما بده الكاميرا اما انا عم برتجله الحالي التجال هو ما بده ما بيلاحقني بيوقفي ردي بيرجع به يا رفاق اه الاي اعتبر ذلك خديعة للمشاهد اني قائمين على الكاميرا الخفية انه بيمسلوا القصة تمسيل وبيقنعوا المشاهد فيها انه هاي مننا محلة بسرعة الاي مشكلة المشاهد طيب ساز نيزار اذا افترضنا انك انت هم تشتغل شوفير تاكسي انت ما عندك مش تشتغل شوفير تاكسي مريت على قرنة لقيت فيه موقع تصوير ومقطوعين فيه ولقيت امل عامة فيه سلافة معمار سلافة خرجي وكاريس بشار ومعك محلين بس لمين بتطلع ولمين بتعطزك لا يعني شامي للاربعة ايه فيه اتنين محلين والله فهمت عليك ايه يا بطالع الكلية اما ما بطالعهم ما بطالع حدا شلون بدين خليون يزعلوا التنتين التانية يعني بدك لا يا حل اختار طيب اختار تنتين منهم اختار بقلهم كل واحد يتقعد بحضن التانية بيصيروا اربعة ايوا طيب مين بيناتهم المفضلة بالنسبة للك كمشاهد والله انا كلياتهم بحبهم والنجمات يعني ما بينحكي عليهم الا كل خير نجمات يعني نجمات ايه طيب شو اليوم مفطورك برمضان ايه طيب شو اليوم مفطورك برمضان ايه معزومة عنده ببشير على شو؟ ايه شو اسمه معاملين مع كارونا وعاملين ششبرة ولقمه تفو طيب هادا هاي الحارة الشعبية اللي انا بشوفك انت بصلاعات الجماعة انا سكنت يعني بهاي الحارة كنت جارك فترة معينة من الزمن شوفك مع العالم شوفك بالقهو بتلعب شدة اخر ليه شو بتعني لك انت بالنسبة لك هاي الحارة قدش هيك بتحسها خاصة ومميزة عن اي شي تعني بحياة بشها هي عملية شحن لروحة لروحة لروح البيئة اللي انت عايش فيها واللي هي اذا انت انشحنت منها بتتمتع طيب استاذ نيزار انا انتهيت استمو ايديك وشكرا اليك بدي منك هيك بطريقتك المعهودة تاخد كاميرتك تسلم على مشاهدينا واسمعنا شيء باللغة السنساكرية اللغة السنساكرية الدنيا رمضان خلينا ما تسمعونا هاي ما شفت شنون الموالدات اللي حيجننونا هلا اي شيء هيك لمدة دهيئة بمعايتك لانه هاي ميزة مخاصة بيك فضل بقول كل عام وهنين بخير مشاهديني وان شاء الله هيك اه الله بي هيك بنولهم ومرادهم كلاياتهم وان شاء الله هيك يعني هيك شو بدي قللك يعني كل رمضان يجي أحسن من الرمضان اللي قبلو يما الأمر عالباب نور أناديلو يما افتحيلو الباب كيري أماكيكو أماكيكو كيري ميكيكو يركريكو ببي سكير كبكوربي أو يعني اميكي حاش شكيميك 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 شكيميكيكو شكيميكو شكرا